أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العاد على دعم الإبداع والابتكار كنهج ثابت للكوادر الوطنية للمساهمة بأفكارها وحلولها الخلاقة في تخطي تحديات العصر واستشراف فرص المستقبل مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على الاستثمار في أبناء البحرين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن فبعزمهم وهمتهم نوصل تحقيق مزيدا من المنجزات التي تسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إنما تحققها طيلة السنوات الماضية من تقدم وتطور في مسيرة العمل الوطني على امتدادها هو نتاج مبادرات ومشاريع نوعية بسواعد كوادرنا الوطنية الذين يحرصون على الدوام أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التطور والنماء ونفخر بما يقدمونه من أفكار وحلول مبتكرة تصب دوما في تحقيق التطوعات مشيرا سموه إلى دور مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في تحفيز ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع الحكومي وما أثمرت عنه النسخ السابقة من مبادرات ومشاريع إبداعية كان لها الأثار الإيجابي في تطوير مخرجات العمل الحكومي لافتا سموه إلى همية مؤاصلة طرح وتبني المزيد من المبادرات الرامية لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية في العمل الحكومي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضوري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين أصحاب الأفكار الاثنى عشر المتأهلين للمرحلة النهائية في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة حيث هنأهم سموه بالوصول للمرحلة النهائية من المسابقة واجتيازهم لكافة مراحل التقييم منوها بما قدموه من طرح مميز لأفكارهم الإبداعية وتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرتهم المهنية والوصول للأهداف المنشودة وتفضل سموه بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة معربا عن تطلعه من تشكل هذه الأفكار إضافة لمسارات التطوير في العمل الحكومي بما يلعم برنامج الحكومة وأولوياته ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين معربا سموه عن شكره وتقديره لجهود وعطاء أبناء البحرين في مختلف الميادين من جانبهم أعرب الفائزون في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة عن شكرهم وتقديرهم لما يليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله من حرص واهتمام لدعب وتشجيع الكوادر الوطنية وإشراكهم في طرح مبادرات ومشاريع تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزز من ثقافة الإبداع والابتكار في العمل الحكومي الجدير بالذكر أن الأفكار المتأهلة مرت بمراحل تقييم مختلفة لتصل 12 منها إلى المرحلة النهائية وبعد عرض الأفكار على لجنة مكونة من عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء إلى جانب تصويت الجمهور فازت كل من فكرة دراجة الإسعاف الطبية المستجيب السريع المقدمة من فايز بسام شامخ فايز الشامخ من مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب وفكرة مختبر التشريعات المقدمة من عبد العزيز عبد الله راشد المعاودة من هيئة التشريع ورأي القانوني إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة تقييم المعلمين 360 المقدمة من نور إبراهيم راشد حسن الجودر وشيخ سند إبراهيم سند علي الفضالة ولطيفة خالد جمعة إبراهيم جمعة دوي ومحمد عبد النبي سلمان أحمد العويناتي من وزارة التربية والتعليم وإلى جانب الأفكار الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى فقد اجتملت الأفكار الاثنة عشرة المتأهلة إلى المرحلة النهائية على فكرة مشاتل المقدمة من الدكتور الشيخ محمد بن حمد أهل خليفة وحمد علي عيسى وحصة بركات أهل بن علي من وزارة الداخلية ومنظومة نقل المعرفة دربني المقدمة من عبير علي مفتاح من وزارة الإعلام والسفراء المتجولين المقدمة من فاطمة عبدالله الضاعن من وزارة الخارجية ونسر نيشنال ستيتيس ريبوستري المقدمة من الدكتور أوناس ميرزا محمود من المستشفيات الحكومية والدكتور أمين عبدالكريم الساعاتي من المجلس الأعلى للصحة ومبادرة الاقتصاد الدائري لتمكن التكافل الصناعي وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة مستدار المقدمة من السيد علي ماجد كاظم من مكتب رئيس مجلس الغزراء وذاكرة البحرين المقدمة من الدكتور يوسف محمد إسماعيل من وزارة الإعلام والمنصة الوطنية للخدمات السريعة المقدمة من ريم أحمد المسلم من جهاز المساحة والتسجيل العقاري والبلاستيك الأخضر المقدمة من سعيد يوسف سوار وصادق صلاح رحمة من المجلس الأعلى للبيئة ومحترف الصيانة المقدمة من الدكتور نهى جمال الزياني من جامعة البحرين ترجمة نانسي قنقر